سلام حبيباتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولمان شاكش قنادي عليش شاكوا بفعل جرس باش يوصلوا جديد وما تنساوش لايك لعجبكم فيديو كنقول لكم الشكرا لكم وبيكم كتكمل قناتي وبيكم قناتي كتزيل قدام اليوم غنديرو كابكيك كابكيك اللي كيجي معلك يعني بالشكلات وغادي نديرو في علب الطون يعني ما بقيتوش غادي ترمو العلب ديال الطون ونمشيو على بركة الله بشتفو شكل ديالو ومن بعد ندوزو المقادر مجبسو بغيت نوريه لكم قبل ما نمشيو للطريقة والمقادر شتوش شكل ديالو كيجي روعة وكيجي مقطن ومعلك من الداخل يعني الماداق ديالو يا سلام ذاك الماداق ديال الشكلات اللي كيجي فيه روعة 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 وتزين انا ما زينتوش هو فيه جوش الانواع ديال الشكلات يعني كتافي تغيب الحلوة ديال الشكلات يعني ما كيلاش نزينو وطبع اللي بغي يزينو يزينو يعني كل واحد يدير ذاك الشي اللي بغيه هناك ما شفته بعد ما فتحته روعة لكم الداخل كيجي يغزال ونمشيو على بركة الله بالطريقة والمقادر هناك ما شفته عندي كاس ديالو زيت مع مرش كاس ديالو شكلات او كوبيل كاس مع مرش عندي انتس كاس ديالو شكلات مربعات اللي شديت وحكيت بحكي ترقيقة جوش البيضاس خمارة 15 قرام عندي كاس مع مرش حليب وعندي كاس مع مرش سنيدة سنيدة كتبقى على حساب الدوق من الاحسن ما تكتروهاش حيث الشكلات اللي انا استعمل بجوش الانواع ديالشكلات بجوجهم حلوين ونمشيو على بركة الله طبعا الدقيق تبقى على حساب الخاليط انا هزت لي الجوش الكيسن ديالدقيق هنه كي ماشفتو غادي ندير البيض وغادي نبقى كندير في المقادير بشوي بشوي حتى نخلط قاع المقادير اللي عندي ورجع ليكم اشتركوا في القناة 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 المقادر اشتركوا في القناة هنا كما شفته بعد ما اسألت دخلت هذا كشكي سنديال تقيق وخلطت مزيان شكل نهائي دياله هاكا غسي كل خليط عندكم لا تقوم بخليط تقيل هنا كما شفته هذي كابكيك غادي تفعوا لبطون غادي تفعوا لبطون من بعد ما كنسالي منهم كنشدهم سنغسلهم وسنخليهم عندي حتى جمعت هذي الكيمية هذي غادي نشدهم غادي نشدهم غادي ندير فيهم هذي الورق هذا او هنا غادي نعمرهم كل واحد غادي ندير فيه معي القديه الخليط غادي معي القباراكة حيث غادي نضعف الحجم دياله ولازلتو كتر غادي يفيد ليكم في الفران هنا انا شعلت الفران باش يسخن شعلت الفران على التحت غادي يتابولي غايل التحت حتى كي يتابوهم زيان عادة غادي نشعل عليهم الفوق غادي نحملهم واحد شوية وعدك نخرجهم اشتركوا في القناة 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 علب الطون يعني كل واحد شنوزي كلهم من بعد ما برضوق ماشي بزاف غير واحد شوية غادي نحيدهم غادي نحيدهم من هاد العلب ديال الطون و هانتوما كلما كتشوفو غادي نستفهم وانتوما معايا و باش نوريكم شكل نهائي دياره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو لغت هنا إبقى الى التاريخ و قمت بفعل اللبك أش SARAH هنش كل نهائية دياله كما شفته lendهاي روعة كنتمنا يعجبوكم و ما تنساوش الي leik والاشتراкивائي ف القناة وتفعيل الجرس باشي وصلكم الي الجديد ترجمة نانسي قنقر